أضرار زيادة منسوب الزيت داخل المحرك مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة والتي أردنا بإذن الله سبحانه وتعالى توضيح التالي أضرار زيادة منسوب الزيت داخل المحرك تؤدي أولا زيادة الشوائب والرواسب داخل المحرك مما يعيق عمله بكفاءة ثانيا سرعة تلف البوجيات لأن الزيت يؤدي لمنع خروج الشرارة ثالثا حدوث تآكل لأجزاء المحركة الداخلية للأسف رابعا تعرض الأجزاء المعدنية داخل المحركة للكسر والتلف وحدوث تضرر لأنابيب الصمام أيضا للأسف فبالتالي أعزائي أراكم في حلقة أخرى وجديدة بإذن الله وإلى اللقاء